السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ميسيس حنان الشريف. ياريد نعمل لايك واشتراك في القناة. الناس دي اول مرة تشاهد القناة. ما زلنا برضو يولاد في موضوع البارا جراف. ازاي نكتب بارا جراف في اللغة الانجليزية. اخدنا في الفيديو اللي جاب لكده ازاي بكتب بارا جراف على صورة. لما بيجيب لي صورة بعمل ازاي البارا جراف. النهاردة ان شاء الله في الفيديو ده هوضح لكم ازاي مسلا نعمل من غير صورة لما بيكون جايب لي مسلا عنوان بس. جايب لي العنوان وسايبني كده بس عايز اعمل موضوع عن اكتب عنه مسلا سبعة جمل سبعة جمل خمس جمل على حسب هو ما بيحدد لي. طيب عندي بعض النصايح يا ولاد طبعا ما ننساش النصايح اللي احنا بنبدأ بيها. في الاول اه بعمل ايه بسيب مسافة عندي مسلا هنا بسيب مسافة يا اولاد جبل اول جملة. بعد كده عندي بعض النصائح على بعض الموضوعات. بص يا ولاد خليك معايا كده. لما اجي اعمل مسلا اه بارا جراف عن اي مكان بعمل ايه? اول حاجة اولاد اقول المكان ده انا زرته امتى? زرته مع مين? رحت مع مين? مسلا اي فيزيتد ده اه كزا مسلا اه المسلا اكتبت الاسكندرية مع مين? يبقى اول حاجة اقول المكان ده رحته امتى? ومع مين? وعن طريق ايه? يعني مسلا خدت ايه وسيلة مواصلات? اه بعد كده بقول مسلا اه بفضل احكي عن المكان ده. واجول كان مكان نظيف. دي بعض الجمل اللي سابتة عندي بحس ان انا بكون جمل. اه لو ما عنديش افكار مسلا اعمل ايه? فالجمل دي هتساعدني ان انا بعمل هلاجي نفسي بكتب جمل بسيطة. وفي نفس الوقت يا ولاد ما فيهاش اخطاء. اه برضو ايه تاني? المكان كان نظيف مسلا. اه ايه تاني? اه اه جضينا يوم حلو واستمتعنا باليوم. تعنيشو بعض الموضوعات هنا عندي زي مسلا اه اه في المطعم. اه اه في الستيديو بتاعت تصوير الافلام. زيارة الاسكندرية او اي بلد ايا كانت. زيارة مكتبة الاسكندرية في السوبر ماركت. تعنيشو بعض الجمل اللي سابتة عندي. هنا طبعا محدد لي يا ولاد سبع جمل. احيانا بيقول لي اكتب خمسين كلمة. اه خمسين كلمة. ما تتخضش مسلا وتقول يا ده صعب ده الموضوع ده صعب. لا. امشي معي واحدة واحدة. اه بالتدريج كده وهتلاقي نفسك هتكتب جمل بكل سهولة. تعنيشوف هنا بسلا عندي اول حاجة طبعا يا ولاد ما ننساش طبعا اه عنوان اللي وليكن في المطعم. زي ما قلنا هقول انا رحت ادي عنوان العنوان عندي بسيب مسافة صغيرة كده في اول جملة بس في مسافة صغيرة كده بحيس ان انا ايه كده عجلة صبعة كده يعني بحيس ان انا ابين ان انا فاهمة ازاي هبكتب بارا جراف. هقول ايه? ايه طبعا واحد الزمن يا ولاد. لو انا بتكلم في زمن الماضي يبقى كل الجمل اللي عندي ماضي. لو بتكلم في ماضي بسيط. اه ماضي بسيط. لو بتكلم في ماضي مستمر يبقى ماضي مستمر. مضارع بسيط. مضارع بسيط. يبقى كل الجمل اللي هحاول اوحد الجمل. اخليها في زمن واحد. وما ننساش اول حرف بيكون وبعد ما بخلص الجملة بتاعتي بحط ايه في الستوب. اقول اي وينت بالامس انا روحت فين? بالامس انا روحت فين يا ولاد? روحت المطعم. كده خلصت الجملة بتاعتي جملة سليمة وبسيطة اي وينت المطعم مع بالامس. هاجل مسلا مع مين? مع مين روحت? اي وينت. انا ذهبت. واثماي فاميلي. واثماي فاميلي. وانا روحت مع اسرتي. تمام كده? طيب. يبقى كده روحت المطعم. روحت مع اسرتي. ايه تاني? هاجل اه وي عشان هنا اسرتي معايا. اقول وي وينت باي كار. احنا روحنا بالسيار. ادي كم جملة كده? ادي وان تو ثري. ايه تلات جمل من ايه? من ما فيش يعتبر. اي وينت تو ذا ريسترانت يستردي اي وينت واثماي فاميلي. ورحت كمان مع اسرتي. وينت باي كار. وبعد كده هقول كم جملة? المطعم كان نظيف. المطعم كان نظيف. تمام? هقول ايه تاني? ان احنا مسلا هنشوف انا اخدت ايه? كلت ايه في المطعم? وبابا يكل ايه? وممتي كلت ايه? واخواتي كلوا ايه? هقول ايه? اي ايت. طبعا ماضي من ايت. اي ايت. مسلا ايه? فش. اي ايت. انا اكلت ايه? سمك وقرز. ماي فاظر او ماي بيرانس والديا. ماي بيرانس والديا. ايت. اكلوا ايه? نقول مسلا ايه? چيكن. صلاد. فريخ وصلتة. ايه. ريس. وكمان اكلوا ايه? فريخ وصلتة. وقرز. ياس اخويا شايفين جمل يا ولاد سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت انا عملت جمل كتير وما فهاش اخطاء املائية اقول اخويا اكل تمام كده واختي كمان شايفين خلصة الجملة بعمل حرف كابتال لتر نقول مثلا اكلت ايه اختي تمام كده طيب كده احنا مسلا كتبنا احنا روحنا انا رحت المطعم رحت مع اسرتي رحت بالسيارة اه المطعم كان نظيف اكلت اكلت كزا ووالدي اكله كزا واختي واخويا تمام كده انا عملت جمل كتير كمان وسهلة وبسيطة طيب اقول مسلا احنا قضينا وقت جميل اقول ايه مسلا انايس داي او انايس تايم وقت ايه ممتع او اه اه قضينا يوم جميل اكيد كنا طول ما قضينا وقت جميل اكيد كنا سعادة ومبسطين. وكنا سعادة ومبسطين. يبقى كده انا عملت شايفين كم جملة? تعال نشوف. عملت هو طالب مني سبع جمل انا عملت تسع جمل. يعني هنا مسلا اي مكان هقول مكان مسلا اه انا رحت فين المكان? امتى? ومع مين? واخدت ايه مواصلة مواصلات? وافضل احكي عن المكان. والمكان ده كان نضيف. ويقضينا ازاي اليوم? تمام? وكنا سعادة ومبسطين. ممكن كمان نقوله ايه? اه اه ويه? احنا رجعنا البيت. وينت هوم. ارجعنا البيت مسلا ات. وليكن مسلا الساعة الساعة. شايفين كم جملة? تمام كده? طيب يبقى هنا الحاجات اللي سابت عندي في بعض النصائح برضو بسرعة عايزة اقولها عن الباراجراف. ما ينفعش ولاد. وانا بكتب باراجراف اروح اكتب مسلا اسيبش مسافة. لا اهم حاجة اسيب مسافة. اول سطر بس. وبعد كده الجملة اللي بعديها ببدأ ايه? من اول السطر عادي. بس اول سطر بس اللي انا بسيب مسافة صغيرة كده. كده عجلة سبعة كده. بحيس ان انت بتبين مسلا بصحيح لك ان انت فاهم يعني ازاي بتكتب باراجراف. ما ينفعش ولاد اعمل مسلا الجملة الاولية هو اطالب مني سبعة جمل. اعمل وان تو ثري فور فايف سكس سيفن. واروح كاتب الجمل كده. ده غلط. ده الاسلوب ده غلط. ده ما ينفعش ان انا كده بعمل ده خطأ خالص. محدش يعمل زي كده. اه وما ننساش المسافة. ايه تاني برضو? لازم بداية الجملة يولاد تكون حرف كابتل. بعد ما بخلص كل جملة بحط نقطة. اه ما نساش دي. ببدأ بعد كده الحرف اللي بعده. ببدأ كابتل لتر. حرف كابتل. يبقى كده سبتين عندي. برضو التاني برضو بحب انبه عليكم. اه ضمير اي. زي نزام يا ولاد البنكت ويشن كده. ترقيم. ضمير اي. سواء في اول الجملة في نص الجملة اخر الجملة. لازم يكون ايه? كابتل لتر. زي نزام البنكت ويشن بالضبط اللي هو الترقيم. بلاحز وانا بكتب. بلاحز الحاجات دي عشان بتفرج برضو في الدرجات. اه طيب ايه تاني? اه ده حبيتكن تنبه عليكم. يبقى كده لما بروح مكان بعمل ايه? اول حاجة اقول انا رحت رحت المكان الفلاني. امتى? ومع مين? وبواسط ايه? اه يعني وصلت المواصلات وبحكي عن المكان وكان نظيف واحنا كنا سعدة مبسوطين وروحنا البيت مسلا الساعة كزا. عندي برضو بعض الموضوعات بس عشان ما طاولش عليكم في الفيديو. عندي اه في المستيديو. مسلا نقول عن الليسديو اللي في مكان كان نظيف. وروحن ن placeur. رحت I I went to acht film studio. وغيت مش پلص افلام مستديو بتاع تصوير الافلام.عان رحت مع صحابي. انا رحت مع صحابي. اه اه. We were happy. it was clean. اه. I saw مسلا اكترز. اه. وpse penis اienia drowned both in my france. اه. اه. Or we saw actors and actors. Uh actresses. الممسستدين والمسستلات. اه. وكنا سعادة ومبسطين. ونفضل مسلا نقوله ايه? بعض الجمل عن اه وحنا رجعنا وكنا مبسطين. وكده ببقى كده بعمل جمل. اه صغيرة وفي نفس الوقت ايه ما فاش اخطاع. طيب زيارة الاسكندرية. برضو هفضل احكي رحت فين مكان. رحت اسكندرية. رحت مسلا السيف الماضي. رحت مع اسرتي. وهكذا. طيب مسلا ايه زرنا مكتبة الاسكندرية. وهفضل احكي مسلا عن مكتبة. ات وز كلين. اه اي رد مسلا اه اه لطف بوكس. جاريت كتب كتير. اه اي وينت وز ماي فريندس. رحت مع اصحابي. اه كنا سعادة ومبسطين. نفضل نحكي عن اي مكان زكده. اه سوبر ماركت في السوبر ماركت. مسلا رحنا السوبر ماركت. ومسلا اشترينا اه لو اتكلمت مسلا في الماضي. يبقى اوحد الجمل كلها عندي. تبقى في زمن الماضي. وي بوت مسلا اه سام جروسرز. او وي بوت مسلا اه اه مسلا اه رايس. يعني بعض الطلبات. وافضل احكي. وات وز كلين. اه وافضل اقول مسلا امتى رجعنا. وبكده يا ولاد انت يعني ما تعجدش نفسك من باراجراف عشان فيه اه فيه اولاد كتير بيعانوا من موضوع الباراجراف. اني بيقولوا مش بلاجين مش عارفين افكار نكتبها. انت لو اتبحت الطريقة دي يا ولاد هتلاجي نفسك بتعمل افكار وهتلاجي انه سهل ان انت تعمل باراجراف. زي كده. خلاص كده. ويتمنى تكونوا استفدتم. واشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.